بس لو هروح مع حضرتك بقى لفكرة هنا تغير الثقافة أصلا العربية وليست فقط يعني في دولة عربية بحد ذاتها لكن الثقافة العربية اختلفت شوي فكرة هنا تقبل وتشجيع أيضا مش بس تقبل وتشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة وفكرة هنا تقبل الأسر ويعني فيه اختلاف على الأرض ملحوظ جدا خلينا نفهم من حضرتك أكتر لأن أكيد عندك background عندك خبرة أكتر أو كواليس أكتر عن هذه النقطة أو التحول اللي حدث في المجتمعات العربية بلا شك يعني فيه كثير من الدول العربية لها قفزة أمامية كبيرة لو جئنا بعض الدول العربية تكلمنا عن جمهورية تنس العربية تكلمنا عن تونس تكلمنا عن المغرب وجدنا أن الرياضة ممارسة من فترة طويلة وإنجازات كذا الآن الممارسة الرياضة صارت حتمية في كل يعني حاجة مكملة في المجتمع أن الرياضة مهمة مهمة لرشاقة مهمة لصحة تنمية القدرات تنمية الفكر كثير من الفتيات العربيات لديهم قدرات كثيرة لديهم طموع كبير عندما يجد الأرض الخصبة والمكان المناسب يكون هناك بروز لهم فهذا الحمد لله يعني صار الآن يعني الآن نتكلم عن منطقة الخليج العربي كثير من هناك مؤسسات رياضية تهتم بالمرأة وجود أندي رياضية تهتم بالمرأة اتهيت الأماكن وتهيت دور الإلعاب الأماكن الخاصة للممارسة النشاط إيجاد المسابقات فالآن وجدنا فيه تنفس ليس يعني حتى الدول التي بدت متأقرة في أعطاء المرأة صلاحيتها وقوتها واندفاعها في ممارسة الرياضة الآن وجدنا أنه التنافذ صار قوي وصار عندنا بطولات عربية في كل الألعاب الألعاب حتى اللي هي ألعاب القوة والألعاب اللي هي مش مألوفة كانت قوي للمرأة فيما سبق دلوقتي بقيت لا بالعكس الأسر بتشجع كمان بناتا أن هي يعني إحنا حتى مصر وأرمبيات توكيو إحنا في ألعاب القوة حصدنا بطولات وحصدنا ميدليات والسيدات هما اللي جابوها لنا فالثقافة فعلا اختلف بشكل كبير وملحوظ كلام حريك مزبوط طيب أنا يعني استكمالي لحديثك فأنه أول إنجاز للمرأة في لعبة الجري اللي تتكليها هذه هي نواء المتوكل نواء التمكن هي اللي سجل أول من سجل هذا هذا النموذج اللي الآن صار يقتدى بكل البطلات العربية يكون وقتها كمان بسرطة كتب حاجة غير مسبوءة يعني كان في تقطية صحفية عظيمة جدا اللي هو الحقيقة